تاريخ النادي الأهلي كان أهم ما يميزه هو التعامل مع الإخفاق دايماً وأبداً فيه طبعاً مميزات كتير للنادي الأهلي لكن عند البطلات كان دايماً يتقال النادي الأهلي قادر أنه يتعامل مع الإخفاق قدرنا في الظروف دي نتعامل مع إخفاق هو فيه إخفاق أصعب من إخفاق ماتش سانداونز والهزيمة بخماسية ويكون مباراة العودة إلاستاذ متأفل عن آخره وتكسب واحد سفرة فقط لغير فيكون الرد بإيه؟ تراضي الجماهير ده بكلمتين؟ هتقول لهم إحنا نبقى كويسين؟ لا كان لازم ترد أنك تحق بطولة كنت أنت بعيد أوي أوي فيها كنت أنت مركز 18 وفي يناير كان بيتقال عليك الأهلي في المنطقة الدافئة فأعتقد كانت الظروف صعبة جداً ولكن لما تحلينا بروح الفانيلا الحمرة الجزء المشارك دايماً للتعامل مع الإخفاق هو روح الفانيلا الحمرة غياب روح الفانيلا الحمرة بالتأكيد معناه غياب البطولة بالتأكيد معناه عدم القدرة أو فقدنا ميزة التعامل مع الإخفاق جماهير النادي الأهلي الغاضبة حالياً واللي من حقها تغضب لأن الجماهير هي العنصر الوحيد اللي في المنظومة اللي على مدار تاريخه بتدفع ما بتاخدش جرس عادة مش محتاجة منك جرئ إنك تبسطها بالليل بعد المباراة الرجل يروح بيته مبسوط محتاج بس فقط لغير ما يجيش رسائل للناس إحنا دمنا محروق مش جاي لنا نوم ده حقيقي جماهير النادي الأهلي إحنا علمناها إن الأهلي عندها بالحياة إحنا اللي صدرنا الصورة الزهنية دي وهم اتعودوا إن الأهلي لازم فوز فبالتالي وقت الإخفاق أكيد لازم يتم احتواء ولازم يتم احتواء مش بإن أنا بقول كلمتين قدام شاشة أو بنزل بوست أو بنزل اعتذار أحتوي بإن أنا أظهر إن أنا هتطلع أقصى ما عندي آه فيه مشاكل فيه ضغط مباريات فيه سنتين 24 شهر بنلعب فيه لعيبة كلنا متفقين مع حتى الجمهور الغضبة الجزء كبير جدا على قدر كبير من الوعي بيتكلم إن فيه خمس لعيبة في الفريق الأساسي فعلا محتاج راحه ولكن فيه لعبين آخرين كانوا بيطالبوا في أوقات كتير من الموسم بإنهم ياخدوا فرصة فلما جات الفرصة ما كانش فيه روح تخليك وإنت بتخسر مباراة إنك راضي عن أداء الفريق إنك حاسس إن الفريق عمل عليه طيب تعرضنا لده كتير تعرضنا لده كتير جدا فرص استعرض مجموعة دوريات قدرنا نحققها أنا عندي يعني موقف واضح جدا في الدورة اللي احنا خسرناها أمام لإسماعيلي في مباراة غزل المحلة 2-0 في المباراة الفاصلة بعدها بإسبوع كنت بتكسب الزمالك في كاس مصر بعدها بإسبوع بالزبط بتكسب الزمالك في كاس مصر 2-0 لما نزل كابتن جمال عبد الحميد يطلب من جمهير نادي الزمالك إنها تشجع الزمالك قبل ما تسيب المنعة الفريق اللي كان خسران دوري ده هو الفريق اللي وصل للمنافس إن انت ما تقدرش تكمل المباراة قصادي لإن المباراة أنا حسمتها أنا عايز أشوف ده جمهيري النادي الأهلي أكيد عايزة تشوف ده بالتأكيد فيه أخطاء وبالتأكيد فيه بعض التحامل وبالتأكيد فيه بعض التأدير لبعض اللعابين لكن هل إحنا هنصل بعد الإخفاق إننا نعد نوجه أسلحاتنا في وش بعض هل ده النادي الأهلي بالتأكيد مش ده النادي الأهلي بالتأكيد كل شخص موجود في منظومة النادي الأهلي الإخفاق بالنسباله عنده نفس الشعور بل يمكن أكتر من الجماهير لأنه هو اللي في المشهد هو اللي موجود في المشهد هو اللي لازم يحل المشكلة حتى لو كان هو جزء من المشكلة طب اتحلت المشكلة قبل كده اتحلت مع مباراة سانداونز وقدرنا نتخططها وقدرنا نعمل حتى بعد مباراة الترجي واخسارة المباراة النهائية طلع الكابتن محمود الخطيب هنا في قناة النادي الأهلي اعترب ببعض الأخطاء وبعض الملفات لم تكن إدارتها بالشكل الكافي ده اعتراف رئيس النادي طب اشتغل على ده؟ اه اشتغل على ده عمل موسم صفقات تاريخي في يناير قدرنا بعد كده إننا بعد مباراة الترجي اه اخفاقنا في بطولة أفراكة لكن قدرنا بعدها نروح لثلاث نهايات على التوالي قدرنا نحق منهم بطولتين نحق منهم برونزيتين كاس عامل أنداء في ظرف كان تفتقط 15 لعب ليه قدرت اتحقق البرونزيتين؟ ليه؟ ليه بالنسبة لجاميرنا لقال مباراة منترية مباراة التاريخ ليه؟ لأن كان غايب عندك 15 لعب لكن ما كانتش غايب عندك روح الفنيلة الحمرة لو غايبت عنك روح الفنيلة الحمرة ما تسألش عن بطولات ده اللي بيميز النادي الأهلي تعامل مع اخفاق بعودة الروح تعامل مع الاخفاق بإنك تطلع أقصى ما عندك كنا كلنا فخورين باللعيبة اللي كان منهم لعيبة ناشئين أول مشاركات لهم أو الجامير تعرفهم كان من خال كاس ربطة بلعبه بناشئين لعبه قدام منترية اللي انت دغلبت قدامه مرتين وقدرت تخطاه عشان تعمل حاجة تاريخية تدعم فكرة الأهلي بمنحضر ما هدي المواقف اللي بتدعم فكرة النادي الأهلي بمنحضر احنا عندنا مواقف في الدوري مع إصابة أه صعبة بس بالصعوبة اللي احنا شفناها أنا شايف لا مش بالصعوبة دي تقدر تعديت أصعب من ده فتقدر تعدي ده بس ايه روح الفنان للحمر التعامل مع الاخفاق لو انت عندك مشاكل من ضغوط اقفل على نفسك اقفل على نفسك لو مشاكلك الضغوط لو انت عندك مشاكل في التعامل مع بعض اللعبين المجهدين رايح بعض اللعبين المجهدين أنت عندك سكواد كلنا كنا بنتكلم وإحنا داخلين الموسم أننا عندنا فريقين مش فريق واحد عندنا بدل اللعب مركز مركزين فيه أقوى بعض اللعيبة بالتأكيد بتصنع الفارق ومستحيل البديل يكون قريب من الأساس فكل أنديت العالم لكن عندك جودة لعبين تقدر مع عودة الروح أنك تتفوق على الأقل على الأقل تحيي أمالك في الدوري بقوة الإسبوع ده قال الإسبوع ده النهاردة السبت لغاية السبت القادم أنت عندك ثلاث مبريات إن شاء الله بكرة مباراة الجنة ثم مباراة المقصة ثم مباراة المقاولين العرب تسع نقاط حقق العلامة الكاملة منهم وتأكد فرصك في الفوز بالدوري هتزداد بشكل أنت ممكن لا تتخيله كلاعب ليه؟ لأن بالتأكيد المنافس عنده تلات مباريات فيه مباراة منهم سموحة 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 المباراة اللي منهم دي ممكن تكون مباراة فيها تنفسية لأن برامتز لو قدري حقق الفوز على اسمالي فقاله طموح وأمال في الدوري وإحنا طبعا للأسف بنتكلم عن إن المنافس لازم يتم إنه يتم عرقالته أو يخفق لأنه إحنا وصلنا للمرحلة دي ما بقاش القرار قرارك ما بقاش إنك تفوز فقط لغير تحسم البطولة لكن القرار اللي هو قرارك إن أنت قدامك 11 مباراة 11 مباراة حاول تصالح جماهيرك حاول تقدم أقصى ما عندك لأنك تستحق لما نيجي نتكلم عن 24 شهر من بعد إقافة دوري بسبب فيروس كورونا وعودة النشاط الرياضي مرة تانية النادي الأهلي من 12 استحقاق محقق 8 استحقاقات بمعنى إيه بمعنى محقق 6 بطولات منهم 4 بطولات قرية محقق دوري شبه كان محسوم قبل كورونا ومحقق بطولة كاس بعد مباراة القضية ثم بعد ذلك محقق برونزيتين أنا مش هادر أسميهم بطولة ولكن أسمي تحقيق إنجاز نقدر نسميه كده خاصة في البرونزية الأخيرة وأول جيلي حق اتنين برونزية على التوالي فلازم أسميه إنجاز فده 8 استحقاقات ورد جدا يكون بالنسبة لك كجماهير مش كافي حقك أنت تعودت في النادي الأهلي فوز ولكن الكرة دايما بتحمل الفوز والهزيمة والتعادل وعارف إن اللي محزنك بالتأكيد مش إنك فقط بطولة قد ما لنقنك ما شفتش أداء أو شفت أداء لكن أنت حقك إنجازات آه كم منافس بقى حقك الإنجاز ده لو رحنا لنادي الزمالك حقك دوري وكاس في الـ 24 شهر نادي الوداد البيضاوي بما أننا بنتكلم في أفريقيا حقك بطولة أفريقيا السوبر الأفريقي أنت فزت بالسوبر نادي فيوتشر حقك كاس الرابطة حتى لو أنت لعبت بالناشئين فها بطولة أنت شاركت فيها حقك كاس الرابطة نادي تلقى الجيش حقك السوبر إذن أنت في الـ 24 شهر دول وبرغم أن أنت مريحتش ولا مباراة ولا وقت ممكن لعبتك الدولية موجودة في المنتخب من بطولة عربية لبطولة أفريقية ودائما النادي الأهلي سيظل دائما دعم للمنتخبات القومية ودوره الوطني لما تعرضت المصالح النادي الأهلي بتاريخه كان لازم يختار منتخب مصر في وام أفريقيا وعشان كده كان في رجالة في النادي الأهلي قدرت تجيب البرونزية في غياب اللعيبة الأسيين مع الإصابات اللي أنت فقطتها على رصاها أكرم توفيق وبدر بنون وهم عنصرين مهمين جدا ولكن كل ده كل ده بنركنه على جنب عندنا 11 مباراة هتبدأ من بكرة جماهير النادي الأهلي بتطالب لعبيها أنها تشوف روح الفنينة الحمراء تاني أنا مش عايز أقعد أتفرج على مباراة بس تقبل هدف بحس أنها مش قدرة تعادل الإخفاق آخر لمنتدى عملتها مباراة أمبي اتنين واحد وما قبلها كانت مباراة المقاولين العرب تلاتة اتنين في الدوري الموسم الماضي لا أكيد أكيد كلنا مش راضين على ده ولكن في صورة أنا وقفت عن ده بشكل كبير جدا لأن الصورة دي معبرة عن حالة الشوت الأول في نهاية كاس مصر وأن القصة مش قصة خسارة بطولة كاس مصر أنت طبيعي جدا معارض أنت تخسر بطولات ده طبيعة الحال وطبيعي جدا حتى الاستثناء اللي بيتكلم عليه فارس هو استثناء بيتكرر كل 7-8 سنين ده طبيعي بيتكرر فدي كرة القدم ولازم نتقبل بقواناها ولازم نبقى عارفين أن فيها فوز وفيها أخسارة أن فيها أيام حلوة وأيام أكيد هي مش هتكون حلوة بس لازم وانت عارف ده تبقى عارف أن أنا لما أخسر أكون بقدم الصورة أن أنا أطلع راضي حتى أنك قدمت كل اللي عليك